نعم أنا أتصور هناك نحن كما تفضلت هنا المؤسسات كل مؤسسة تقوم بدورها سواء كان الرئيس قادر على إدارة البلاد أو أنه يفقد هذه القدرة بأي سبب كان سواء بسبب المرض أو بأي حادث آخر هناك تنغل المسؤولية إلى نائبه الأول إلى فترة معينة حوالي إلى خمسين أو أقل من شهرين وبعد ذلك لا سمح الله إن حدث حادث مرير ستكون هناك انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس جديد هذا الدستور يؤكد على مثل هذه الحالات ولكن نحن لم نشهد في العقود الماضية مثل هذا الحادث كما قلت رئيس الوزراء نعم صحيح تم اغتياله رئيس السلطة القضائية تم اغتياله في العقود الماضية ولكن لم نواجه شقور في الرئاسة الجمهورية كلام قائد الثورة الإسلامية سيد الخامنائي هو يطمئن الشعب الإيراني وهو مسموع من الجميع هنا في إيران حتى قلت إن كانت هناك آراء مختلفة حول بعض الملفات والقضايا بين السياسيين ولكن عندما تكون تتعلق الأمور بقضايا مصيرية وتتعلق بالأمن القومي الإيراني فالكل يصبح هنا موحد وقائد الثورة الإسلامية يلعب دور مهم وجوهري وأساسي في إدارة هذه الحادثة نأمل أن لا تستمر هذه الحادثة طويلا وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه خلال الساعات الماضية وأن يعود الرئيس الإيراني سالما إلى مزاولة أعماله ولكن لا سمح الله أي حدث إذا ما حدث فالأمور وإيران ليس عليها خوفا هي مستقرة وقوية داخليا هناك شعب يقف إلى جنب هذه الثورة هذه الثورة والبلاد مرت بالكثير من الصعوبات والضغوطات الأمريكية والتهديدات العسكرية والحرب التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي شنها صدام على إيران لثمانية أعوام والعقوبات الاقتصادية والاختيالات الكثيرة التي طالت سياسيين وعلماء نوويين وعسكريين وغير ذلك فإيران اليوم أصبحت تمتلك تجربة كبيرة جدا في كافة المجالات ولا أعتقد أن أي حادث يمكن أن يهز هذه البلاد سواء كان حادث سياسي أو غير ذلك